السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي اليوم ان شاء الله قد نشترك معكم كيف ما طلبتم مني كنت هدرت لكم في اللول ديال رمضان على النظام الغدائي اللي اللي تبعت دبا وصل دبا خمستاشر يوم اه نعطيكم البيلون ديال كنت هدرت لكم في واحد الفيديو يعني شنو كان ناخد يعني كل نهار مع الفطور ومع الصحور اه دبا غدا نتشارك معكم الوصفات ديال هاد الفطور ديال هاد النهار وفي نفس الوقت هذا نتكلم لكم ان شاء الله على اه شح الفقد ديال الوزن وكذلك اه شنو كان ناخد كل نهار اه بسم الله على بركتي الله غدا نوجد اليوم شربة ديال اه ديال البرو كنحاول كل نهار ندير يعني شربة مختلفة على قبل باش الوليدات ما طلعش ليهم في الرأس اه هنا غدا نستعمل البروكولي بالنسبة لهاد الشربة يعني قدروا نعاوضوا حتى البروكولي بالشيفلور حتى هو كي اه نفس المقادر اه غيا ديال ديال الشيفلور كنزيد ليه هنا شوية ديال كوركو اه بالنسبة البورو نستعمل جوج ديال الحبات ولكن كي يجيو يعني نفس الكمية ديال البروكولي هي ديال بورو باش كي يعطينا واحد اللدة الى ما كنتوش غدستعملو الطين يعني باش تحضرو هاد الشربة شحرو هاد شوية ديال البوروكولي عاد كتضيفو ليه الماء طيب ماشي الماء اه بارد اه باش هكدا كتجيكم اللد وكتحافظ على الخضورية ديالها اما بالطين نرى يعني بحل بحل طين كتجي يعني اي حاجة كان طيبوها فيه كتجي لديد خاصة هاد طين ديال ودلة والماطق دياله زوين هنا احت طابت صافيه الشربة ديالي طابت زيت لها هنا يا القصبر والمعدنوس وزيت لها شوية ديال الملحة وشوية ديال بزار البيض اه تقدروا تزيدوا ليه حتى لي زي بناخ ملي كتا طيب اه هنا زيت الزيتون وغدا نطحنها شي مرات كان ناخد نص كان نزيد ليه الجبن نخليه الوليدات ونص الاخر كان نخلي هكدا كنشربوه حنا بلا بلا جبن سافي اه زي انتهاء هكدا بشوية ديال زرعة القرعة سافي كتجي عليها تشكل كتجي لديدة وخفيفة وصحية في نفس الوقت من اللي كننقصو عليها البوطة كتطيب على خطرها نقدروا نزيدو لها يعني لو بغيناها تجي تقيلة ممكن نزيدو لها شوية ديال شوفان يعني حتى كطيب وكنزيدو لها شوفان لانه ضغي ضغيكي طيب يعني وهي بقى سخونة كنزيدو عليها شي معلقة ثلاثة ديال المعلقات هكدا كتير شوفان وكنخلطو مزيان وعاد كنتحنو عاد كنتحنو المكونات كاملين ولكنتو كتاكلو بطاطا ممكن زيدو بطاطا هي بطاطا كتطلعو شوية سعارات الحرارية اه مهم انا كنت هكا كناخده هكدا بلا يعني ما كنزيد لها لا فرماج لا بطاطا لا شوفان بالنسبة للشوفان انا مشي مجكين يعني ما كنزيد لها شي زيتش في الوزن قدروا ان نستعملوه اه صافي هنا بالنسبة للسلاطة غدا نحط في هادك شي اللي توفرت عليه هاد النهار يعني كنشي نهار لي ما كيكونش كل شي هاتي كيكون عندي غير خيار بطاطا اه اعفون خيار ما تشار الخص هاد النهار كانو شوية ديال اللي فخوي خذيناهم لوليدات غدا نحطهم حتا هما في هاد السلاطة هادي باش كتشيحيو ما يبغوا حتا هما ياكلوا منها بالنسبة للنظام لي تبات يعني من الولدي لرمدان حتا لدابة يعني ضروري كناخد واحد البلاتو كنحط فيها يعني الماكلة ديالي كناخد يعني وخا كنحضر لوليداتي يعني بجوجهم كي خرج رمدان كي كيدعافوا بزوج مالقي غير انه ما شاء الله يعني كي ياكلوا ذاك شي اه المهم اه داك شي باش ما كان يعني ذاك شي اللي طلبوه كان كان وجدوا ليهم في حدود المعقول اه هنا بالنسبة للنظام ديالي انا كناخد ضروري كل نهار اه يعني اللي مهتمين بالامر كناخد يعني اه سلطة حصة ديال السلطة غالبا انا كنخليهم ياخدوا ذاك شي الحلو وما السلطة دائما انا اللي كنكملها كل فطور ما كتبقى من ناح تجي حاجة مهمة تلقى ديانا معروفة عليها في العائلة دي ما كنكمل السلطة ديال كل شي انا اصلا كتعجبني يعني السلطة اه بالنسبة لها دا اللي كيبان دا بربما ما تعرفوش هدا غير الحبق الحبق احتوى كي جزمين في السلطة المهم كناخد يعني حصة ديال السلطة وكان ناخد زلافة ديال شربة غالبا كل نهار شنو كتكون مرة حريرة مرة شربة ديال الخضر يعني كنحاول نغير كل نهار نغير اه والشربة ديالي ما كيكونش فيها يعني شي حاجة تقيلة يعني ما كيكونش فيها لبطة طالة ما كنديرش لبطة طالة فرماج لحت حاجة اه وكان ناخد الى كان هادك النهار يعني السمك كناخد وحط ريف ديال السمك ما كانش سمك كناخد ريف هكدا ديال ديال الخبز اه صافي كيكون هدا هو الفطر ديالي الى حضرت عاصر كناخد العاصر انا يا معا كناخد تمر هو اللول اه ومن بعد كناخد كاس ديال العاصر عاد كنمشي نصلي من بعد عاد كنخلي واحد المدة واحد شوية عاد كنقلس انا غالبا في الفطر كننا اكل غيب شوية كنحاول يعني ما ننزل كنشي في دقة يعني كنحاول ناخد الوقت كنبدأ بالسلاطة هي اللولة لانها كنبقاون يعني كتحتاج شوية ديال المدغ اه هنا غاد نسقيها غيب عاصر البرتقال اه تقدروا تزيدوا ليه انتو ما زيد زيتون اه شوية ديال المليحة اه اللي بغيتوا بالنسبة انا زدت لها حتى شوية ديال البصيلة كتزبن اني لقطعنا غير قيقة البصيلة الخضارية احتى هي صحية اه صافي كيكون هادا هو الفطر ديالي يعني هادا هو البلاطو ديالي اللي كنناخد كل نهار وما كنناخدش الصحور اه يعني اختار يعني اختارت انني نهضر ليكم على هاد شيحة الدابة باش منكون صادقة معكم لانه نجح لي هاد النظام الغذائي اللي اللي تبات خدي كنناخد غي واجبه ديال الفطور بوحدها صحور كنناخد غي لما اه دائما كنن نضل صحور كنناخد غي لما اولا خدي تقاشي مرة قدر ناخد سلو قاتي فقط ما كنناخد لا خبز لا حتى شي حاجة يعني رمضان منلي بده رمضان حتى الى يومينا هادا كنت بغيت يعني رمضان كاما فقد غيت لتا ديال كيلو دابة وصلت ربعة كيلو الاخي يالله هادا ازدابة خمسة تاشر يوم الحمد لله اه دوك هاد النظام هادا اه مهم نجح معايا انا ابخين تماما انتمنى ان شاء الله تعطيكم فكرة بقى وحد خمسة تاشر يوم ينا بغيتو طيحو هاكداشي ربعة كيلو لثلاثة كيلو مهم هنا غدا نوجدو اه هاد العاصر هادا ديال الخيار والتمر والبانان ومطيشة اه صغيرة اه ممكن زيدو لي عاصر البرتقال لما بتوش طحنوه بالماء سافيو كان طحنوه مهم هاد العاصر هادا كنشربوه انو بسوج ديالي الوليدات ما كيبغيوش موك هاد مارا انا حضرت السوج ديال العاصر هادا ديال الوليدات اه احنا فيها حبة ديال الاناناس وفي شوية ديال زنجبيل وفي حتا اه يعني مونج ممكن حتا هو طحنوه بالعاصر البرتقال اللي لابغيتو غيب المارا كيجي زوين هادا مهم هادا اقدر تغيل الوليدات دائما من اللي كنحضر يعني هاكا عاصر يعني كيكون غريب وعجيب لان العاصر انا اللي كنشرب انا كنبغي يكون فيه حصة من الفواكه وحصة من الخضر يعني بش ما يكونش حلو بزاف لان احتى الحلاوه احتى هي كت اه مهم انا بعدها الحلاوه كت اه ضغيه كنزيد في الوزنة الى كليت الحلاوه لكشي باش كنحاول ما امكان اني نقص من الحلاوه يعني الطريقة اللي لقيت ناجحة هي انني اه ناخد بحال دبا مثلا نقدر اه غي ما كنشاركش معاكم بحالاتش لانا غادي يجيكم غريب لان انا كنشوف عام من كيفاش اولادي كيشوفو ذاك العاصر كيقولي ايش كاتها ربقي شنو ذاك العاصر بعدما مثلا قدرنا ندي العاصر دي لقرعه خضره مثلا نخلطها مع مع البرتقال اه مع شوية دي الفخاز يعني كندير واحد الخيلوطة باش كننقص شوية من الحلاوه هنا هادا بلاطو اه كيف قلت لكم يعني بحال دبا مثلا هادا النهار هادا لاخديت هاد البلاطو هادا كنكون قبل يعني قطعة الصيام غيب تمر وعاصر وكنت سنة واحد شوية وكنناخد بحال دبا انا هادا نهار هادا وجدت صلاة طغيلية انا ما وجدت هاش الوليدات صافي كنناخد هاكده باش كيبالي وشنو كنناخد يعني ما كنبقاش ناخد من هنا ومن هنا كنخليهم وما ياخدوا ذاك شي دي بغاو وهنا بحالي كان عبر ذاك شي اللي كنناخد يعني ذاك شي باش صورت لكم هاد البلاطو باش تاخدوا فكرة بالنسبة الاخوات اللي لابغاو لابغيتو تبعو نفس النظام اه نتمنى ان شاء الله نكون ما بخلت عليكم بتشي حاجة يلا عندكم اي سؤال اه مرحبا هاد شي كله يعني قلتوليكم خارج من القلب يعني خديت الميكرو وسجلت اتمنى ان شاء الله هاد الحلقة هادي تكون مفيدة ليكم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر